كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن سايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول محمد سعيد الشامسي من منتسبية القوات المسلحة الذي استشهد إثرى تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوى